تعريف الحضارة والعوامل الجيولوجية والجغرافية لقيام الحضارة الحلقة الأولى من سلسلة قصة الحضارة السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بك الجديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأثق المصدر ومرجع المعلومات الحضارة نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي وإنما تتألف الحضارة من عناصر أربعة الموارد الارتصادية والنظمة السياسية والتقاليد الخلقية ومتابعة العلوم والفنون وهي تبدأ حيث ينتهي للطيراب والقلر لأنه إذ ما أمن الإنسان من الخوف تحررت في نفسه دوافع تطلع وعوامل الإبداع والإنشاء وبعدئذ لا تنفت الحوافز الطبيعية تستنهضه للمضيء في طريقه إلى فهم الحياة وازدهارها والحضارة مشروطة بطائفة من عوامل هي التي تستحث خطاها أو تعور مسارها وأولها العوامل الجيولوجية ذلك أن الحضارة مرحلة تتوسط عصرين من جليد فتيار الجليد قد يعود الأرض في أي ورد فيغمرها من جديد بحيث يطمس منشآت الإنسان برقام ثلوج وأحجار ويحصر الحياة في نطر ذيط من سطح هذه الأرض وشيطان الزلزال الذي نبني حواظرنا في غفوته ربما تحرك حرقة خفيفة بتاتفيه فيبتلعون في جوفه غير آبه وثانيها العوامل الجيوغرافية فحرارة الأرضاء الاستيوائية وما يشتاح تلك الأرضاء من طفيلات لا تقع تحت الحص لا تهيئ للمدينة أسبابها فما يسود تلك الأرضاء من خمول وأمراض وما تعرف به من نصوح مبطر وإنحلال مبطر من شأنه أن يصرف الجهود عن تماليات الحياة التي هي طوام المدينة ويستنفذها جميعا في إشباع الجوع وعملية التناسل بحيث لا تذر للإنسان شيئا من الجهد ينفطه في ميدان الفنون وجمال التفتير والمطأ تذهي تعامل ضروري إذا الماء وسيلة الحياة بل قد يكون أهم للحياة من ضوء الشمس ولما كانت السماء متقلبة لهوى لغير سبب مفهوم فقد بالجفاف على أرطاريس ظهرت يوما بالسلطان والعمران مثل نينو وبابل أوتت تسرع الخطى نحو القوة والثراب مدين هي فيما يبدو للعين بعيدة عن الطريق الرئيس للنقل والاتصال مثل المدن في بريطانيا العظمى وخليج بيودت وإذا كانت تربة الإقليم تجود بالطعام والمعادن وإذا كانت أنهاره تهيئ له طريقا حيين للتبادل مع غيره وإذا كان شاطئه مليئا بالمواضع التي تصلح مرايف طبيعية لأسطوله التجاري ثم إذا كانت لهم فوق هذا كله تقع على الطريق الرئيسي للتجارة العالمية ثم كانت حل أثينا وطرطاجة وفلورانسا والبندقية إذن فالعوامل الجغرافية على الرغم من أنها يستحيل أن تخلط المدينة خلطا إلى أنها تستطيع أن تبتسم في وجهها وتهيئ سبيل ازدهارها اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد